وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والفريق أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة أعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس محمود عسمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد أحمد كوجوك وزير المالية والفريق أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وأليات التمويل المتاحة في هذا الصدد حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام خاصة في محافظات الصعيد كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة نقش الاجتماع كذلك تطور الأعمال بمشروع محطة الضبع للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني وما تم إنجازه على كافة المستويات هندسيا وفنيا وإداريا وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 تضمن الاجتماع أيضا استراد برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة بما في ذلك محطات المحولات إلى جنب الموقف التنفيذي لمدى خطوط الكهرباء وأنفاق كبلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استعاب زيادة الاستهلاك المتوقع في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة